طنجة أجمل مدن العالم وأعظم وأقدم مدن التاريخ النهاردة حكايتنا عن مدينة طنجة عايز يلا كاس القهوة بتاعك ونعمل اشتراك لفلاح مصري للقناة وعلى يوتيوب ونبدأ حكايتنا حكاية طنجة مدينة طنجة نغوص في أعماق هذه المدينة اللي لها أسرار عجيبة وغريبة ولا ألف ليلة وليلة طنجة أسسها السكان الأصليين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد يعني اللي يزيد عليكم يقول لك طنجة دي مدينة بتاع البارح ولسه مبنية تقول له طنجة دي أعظم وأقدم مدن التاريخ واللي سموها المدينة الأزلية أسست في القرن الرابع عشر من 1400 سنة قبل الميلاد في القرن العشر الميلادي دخلوها الفينقيين وسيطروا عليها في القرن الأول الميلادي دخلوها الرومان وسيطروا عليها سنة 702 دخل الفتح الإسلامي لطنجة عن طريق الدولة الأموية سنة 702 و711 بعدها بتسع سنين ولا تمانسين ولا سبع سنين انطلق طرق النزياد من طنجة لفتح بلاد الأندلس يعني هي المفتاح لأوروبا اللي انطلق منها طرق النزياد لفتح الأندلس سنة 740 حصلت صورة في المغرب في طنجة بالتحديد اسمها صورة البربر الصورة دي أنا كنت اتكلمت عليها قبل كده بشكل عام في لقاء سابق لكن النهاردة هنوضح الصورة دي التي نقلت التي جعلت المغرب وطنجة عصيا على كل الخلافات الأموية والعباسية والعثمانية سنة 740 كان الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك ولا حاكم على طنجة اسمه عبدالله ابن الحبحاب السلمي عبدالله ابن الحبحاب السلمي ده كان راجل ظالم وكان بيتطهد الأمازيخ أو كان بيتطهد السكان الأصليين لهذه المدينة اللي هي مدينة طنجة فأهل طنجة اجتمعوا وقالوا احنا نرسل وقت من المدينة من مدينة طنجة لهشام ابن عبد الملك يرتقي بهشام ويشكو له ظلم الحاكم بتاعه ففعلا ديه واحد اسمه ميصر المطغاري نقول ميصر المطغاري بالطاء وممكن نقول ميصر المطغاري بالتالي وهو زعيم القبيلة أحد القبائل التنتامي لقبائل زنات أخذ وفد من كبار القوم معاه وصافروا راحوا دمشق علشان يقابله هشام ابن عبد الملك فلما وصل دمشق الوزير الأبرش الكلابي منعهم من مقابلة هشام ابن عبد الملك فأصروها في أنفسهم ورجعوا لما رجعوا جالوا احنا أولى ببلادنا فعملوا صور اسمها صورة البرطر قتلوا عبد الله ابن الحبحاب السلمي وسيطروا على المدينة وسيطروا على طنجة فلما عارف هشام ابن عبد الملك أرسل جيش مكون من 12 ألف علشان يحارب الطنجويين ويحارب ميصر المطغاري ولكنهم انتصروا عليهم وظلت هذه البلاد من هذه المقطة الفاصلة في التاريخ خلاص ما بجدش فيه ما بجدش بلاد المغرب العربي بتتبع لأي خلافة من الخلافات العظمى التلات خلافات اللي جههم وسواء الخلافة الهماوية أو الخلافة العباسية أو الخلافة العثمانية المطرق فضلت طنجة بالشكل ده لحد سنة 791 لحد ما دخلوا الأدارسة سنة 904 دخلوا الفاطميين طنجة وفرضوا المذهب الشيعي شيعوا المدينة لكن أهل طنجة لم يتقبلوا هذا الأمر فبايعوا مرة أخرى الأدارسة فرجعوا الأدارسة حكموا طنجة مرة ثانية فضلوا حكمين الأدارسة لحد سنة 1084 لحد ما جونوا مرابطين وبسطوا حكمهم على المغرب كامل وعلى مدينة طنجة وفرضوا أو أسسوا للمذهب المالكي علشان نعرف منين جه المذهب المالكي في المغرب يعني في مصر مذهب أبو حنيخة العمال منين جه المذهب المالكي في المغرب الذين جاءوا بالمذهب المالكي في المغرب هم دولة المرابطين وتحديدا يسمى التشفين سنة 1145 طبعا انتهت 1145 انتهت الانتهى المرابطين ودخلهم موحدين وتبع الطنجة للموحدين سنة 1239 أهل طنجة نفسهم بايعوا أمراء ستة كان اسمهم العسفيين وفي هذه الفترة ظهر رجل عظيم جدا في التاريخ نحتفي به منفقر إنه هو مغريبي طنجاوي اللي هو ابن برطوطة 1327 دخلوا المارينيين وتبع الطنجة للمارينيين 1437 الوطسيين والوطسيين هزموا البرتغاليين هزيمة نقراء 1471 رجعتنا البرتغاليين احتلوا طنجة مرة أخرى 1580 انتقلت طنجة من حكم البرتغال إلى حكم الأسبان ليه؟ لأن البرتغال وأسبانيا كانوا مملكة واحدة وبعدين انفصلوا فأصبحت مملكة البرتغال لوحدها ومملكة الأسبان لوحدها وبعدين انتقلت طنجة لمين انتقلت للإنجليز حين يعني حاجة غريبة جدا حين أهداها الملكة شارلز الثاني إلى أهداها كمهر أمهر بيها الأميرة كاترين لما جيت جوازها يعني شوف انت النهاردة لم يقولك عزين 100 ألف دنيا ولا عشر خلاف جنيا علشان مهر ولا عشرين ألف درهم تقول يا خبارة بيها الدكتيرا ده زمان كانوا بيهدوا بالله وهنا يبين لك عظمة المدينة عن القول إذن هنا خضعت مدينة طنجة للإنجليز حينما أهدأ الملكة شارلز الثاني طنجة كمهر للأميرة كاترين وبعدين 1684 خلاص بجأ استولى المولى إسماعيل اللي هو الدولة العلوية استولى على مدينة طنجة وفي الفترة دي أصبح الطنجة دي مدينة يعني مدينة دولية يعني طنجة دي كنت تدخلها بصبور يعني كأنك انت النهاردة رائع أمريكا يعني الناس بتاع الشمال عليهم أن يفخروا بهذه المدينة المفخرة العظيمة جدا والضربة بالقدم في التاريخ كل ده اللي احنا بنحكيه كل ده الناس كاملة عايزة سيطرة على مدينة طنجة 1844 الفرنسيين قصفوا طنجة ليه؟ لأن المغرب كان يساند الأمير عبدالقادر الجزائري في صراعه ضد الفرنسيين حين احتلوا الجزائر يعني لابد أن نرجع للتاريخ ما كان فيش عداء بالعكس المغاربة كانوا يساندون الجزائر في حربهم ضد الفرنسيين وتعرضوا للقصف وتعرضوا لاحتلال بسبب مسانداتهم للأمير عبدالقادر الجزائري فضلت الأمور كده لحد الحرب العالمية التانية في الحرب العالمية التانية سقطت باريس في يد هتلر ودخل هتلر وتصور تحت برج إيفل وبعدين الفرانكو راح داخل فين راح دخل طنجة لما دخل فرانكو طنجة الانجليز طبعا معي بهمش الحال وقالوا احنا عندنا اجيئ عندنا الانجليز عشين في طنجة ودخل فرانكو اعمل معهم اتفاقية جلهم خلاص الانجليز بتوحكم احنا هنمنحهم الحماية بتاعتنا وهندلهم انتيازات في التجارة وفي الأعمال وفي المال وما إلى ذلك فضلت طنجة تحت الحكم الأسباني لحد سنة 1956 حينما جاء السلطان والملك العظيم جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله واعلن استقلال المغرب 1956 ومن هذه النقطة أصبحت طنجة مدينة مغربية عاد السكان طنجة حوالي مليون وشوية من أهم من أعظم الأشياء العظيمة في طنجة ميناء طنجة المتوسطي الذي تكلفت توسعته وبيناءه 23 مليار سنطين وكان أكبر ميناء في أفريقيا وقام جلالة الملك بتوسعة هذا الميناء ليصبح أكبر ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط طبعا إحنا اتكلمنا تاريخ وحكينا حيات كتيرة فعايزين نرسم طابلور لطنجة عايزين نشوف طنجة دي جدام يعنينا طابلور كده عايزين نتكلم عنها كطابلور علشان ما تتوشي بين زحمة التواريخ والأرقاب جبل كده عايزة أقول لك إن ليه كل المدن وكل الدول وكل الناس اللي الجاية دي عايزة لأنك لما بتمسك طنجة أنت بتمسك البحر الأبيض المتوسط فأنت بتسيطر على كل شيء بتسيطر على التجارة بتسيطر على الملاحة بتسيطر على الحركة المائية فهنا جاءت مدينة عظمة مدينة طنجة اللي هي بتربط يعني تختصور بتربط دولتين مش بتربط دولتين بتربط قرتين ببعضين فإحنا نرسم طابلوك كده لمدينة طنجة علشان نشوفها نقول مثلاً إين نقول حين تقف على شاطئ المتوسط لحظة المغيب وترى السماء تنحنية في كبرياء لتعانق أسرار البحر وتلمح في عيون الأولاد أحلام وأمنيات إلى البر الآخر فأنت حتماً في طنجة فتاة المغرب المدلدة التي تغتزل صباحاً بمياه المتوسط وتمشط شعرها مساءً بمووس على أمغام موسيقى الأطلسي قبلة العاشقين من كل أنحاء العالم وعروس البحر الأبيض المتوسط وعروس المغرب هي طنجة زوجة أنتي ابن بوسي ابن أسيدون إله الفينقيين والبونقيين وهي المفتاح لطارق ابن زياد والمرابطين والموحدين وهي التي عانت أوجاع احتلال برتغالي أسباني لها جغرافية خاصة وعبقرية نادرة في المكان هي المعبر إلى أوروبا بثقافتها والمدخل إلى إفريقيا بأصالاتها هي المائدة المستديرة لبلاد حوض البحر الأبيض المتوسط وحين تغازل طنجة كفتاة رائعة الحسن تجد أنها ترتدي أجمل الثياب المتمثلة في الأصوار والحصور والكنائس والمساجد والأبواب والقصور والنفرات والحمنات والأسواق والقنصليات ونزل الأجانب إنها مزيد من الأصالة والمدنية وكما أن لها جغرافية خاصة فإن لها سيكولوجية نادرة فترى أهلها دائما تعمل وجههم من ابتسامه ويرحبون بالغريب فحينما تكون في طنجة فأنت دائما وسط أهلك ولابد أن تجد لك أصدقاء فطنجة مدينة تحدث كل اللغات فأهلها يؤمنون بالرأي والرأي الآخر وهم منفتحون على كما أن مدينتهم منفتحة على العالم فإنهم أيضا منفتحون على الآخر مدينة تحمل بين جنباتها عبق التاريخ وسحر الحاضر وأمل المستقبل إنها طنجة التي أسميها مدينة الأحلام والتي كتبت فيها أنا الطنجة على الراس أنا الطنجة رحالة مفتاح البحر للقبطان أنا الطنجة ابن الناس عاجب الكورة وبلادي وطنجة العالية واللافة عروس البحر محروصة بإذن الله إحنا الطنجة ويخاوة أنا البحار هذه مدينة الطنجة العظيمة بتاريخها بثقافتها ومهما طبعا نقول ونحكي في مدينة الطنجة وعظمة مدينة الطنجة وتاريخ مدينة الطنجة مش هنكفي هنختار دائما